السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم طوال المحاضرات السابقة في شابتر ثلاثة كنت أتكلم على Binary Classification النهاردة بنتكلم عن Multi Class Classification في خلال المحاضرة سنسمع يعني Multi Class أو Multinomial Classification وفي أكثر من طريقة ان انا اشتغل في Multi Class يقيم ما حاجة اسمعه One vs All أو One vs The Rest أو One vs One O V O سنرى كمان مثال عن Multi Class باستخدام Support Vector Machine ولو حضرتك بعض الكلاسفائر تعمل با ديفولت يعني لما تنده عليها أو تعمل لها calling تختار الطريقة التي تعمل بها يعني One vs All يعني One vs One اللي بنتكلم على الديفولت اما لو حضرتك حبيت تعمل فرص للسايكت ليرن في الالجورثم ده أو في الموضل ده ان يشتغل بطريقة اخرى غير المعتادة عليها فهيبقى عندك One vs One Classifier عشان تكبره يشتغل One vs One أو عشان تكبره يشتغل One vs Rest Classifier تمام؟ هنشوف الكلام ده حالي وهنشوف مثال عن طريق نين الاستوكاستيك gradient descent classifier طيب تعال اول افكر حضرتك يعني ايه Binary Classifier Binary Classifier ان انت تستينجوش between two classes يعني معاك instance الانستانس ده ربنا اعزكم يا اما دج يا اما كات يا اما خمسة يا اما حاجة تانية غير الخمسة اه انا معايا صور كانت من صفر ال 9 لكن في الاخر في المحاضرات السابقة اشتغلت على 5 دي تكتور يا اما 5 يا اما or not 5 تمام؟ فده اسمه Binary Classifier ان هو يا اما الحاجة دي اما yes or no تمام؟ يا اما ابل يا اما بنانا اما المالتي كلاس او المالتي نوميا بالكلاسفير بالدستينجوش بين اكثر من اثنين كلاس او الانستانس بيجي بقول الانستانس ده يا اما بيرد يا اما دج يا اما كات مثلا يا اما كلاس ا او كلاس بي او كلاس بي يا اما زير او واحد او اثنين او هكذا الحد التسعة مثلا اي اموت سامبل اي اموت هيجي او اي اموت انستانس اي اموت انستانس يا اما زير او واحد او اثنين او ثلاثة فاكتر من 2 كلاس او ان انا بعمل كلاسفاينج لنيوز وعيرز بي طوبك برقية جاية او مثلا خبر يا اما الخبر ده سياسي اجتماعي اقتصادي رياضي او في الموفي يا اما الحاجة دي رومانس مثلا او ادفنشر او اكشن افكر حضرتك ان في الماشين ليرنينج الكاتيجوري معا كده اسمها كلاس الديتابوينت اسمها سامبل الكلاس اسوشياتي الوزا سبيسيفيك سامبل اس كولد من بقى ليبل يعني اللابل هنا زيرو الاموت هي الصورة اللي قدام حضرتك اوكي طيب في المالتي كلاس او المالتي نوميال بستعمل اكتر من 2 كلاسز زي ما قلت 10 كلاسز 0 through 9 يبقى انا جايلي original input او الامج موجود فيها pixels بتعبر عن صورة الصورة بتدخل على الكلاسفير بتاعي اللي هو المالتي كلاس كلاسفير بيطلع ان الحاجة دي الابوت او اللابل بتاعها ان دي اربعة اوكي هنا بتفرق ما بين كلاس 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 او هكذا فده مالتي كلاس او مالتي نوميال زي مثلا عندي track و plane و boot هتدخل الصورة تدخل على machine learning model يقولي والله دي plane دخلت صورة تانية قال لي ترك دخلت صورة تالتة قال لي ترك دخلت صورة رابعة قال لي boot فالوقتي الكلاسفير بتاعي بارة عن مالتي كلاس the goal is to predict to which class لأي كلاس الانبوت دا بينتبه بعض الالجورثمات بما تشتغل في المالتي في المالتي بالكلاسز اوكي بتشتغل directly يعني هو بتشكي من خلال الديتا اللي انت مدخلها بيفهم وبشتغل على طول زي مثلا الوجيستيك ريجريشن او الراندم فورست كلاسفير او الجاوثيان نايف بيس كلاسفير دي بتهندل المالتي بالكلاسز داركتي ما عندوش مشكلة اما البعض الاخر هو باينري كلاسفير باينري زي الاستوكاستيك جريديانت كلاسفير والسبورت فيكتور كلاسفير دول باينري كلاسفير اما دول بالطبيعة او بالديفولت شغالين مع كده او بشتغلهم في المالتي كلاسفيركيشن القصة بقى لو انت بتشتغل في باينري كلاسفير ده ومحتاج بشكل ما تشتغل مالتي كلاسفير فالمالتي كلاسفيركيشن فيه various strategies that you can use عشان اقدر اعمل مالتي كلاسفيركيشن باستخدام مالتي بالباينري كلاسفير يبقى انا ازاي اعمل مالتي كلاس او مالتي نوميال كلاسفيركيشن باستخدام الباينري كلاسفير عندي طريقتين عشان تحول الباينري كلاسفير ده ان يشتغل مالتي نوميال اول حاجة one versus all one versus all بالزبط زي اللي حضرتك عملته في المحاضرة السابقة واللي قبلها لما كان عندك بتعمل ثقاتي ايه كان عندي الليبل بتاعي اما والصور كلها كانت معايا صح انا هعمل بقى detektor للزيرو detektor للواحد detektor للاثنين detektor للثلاثة وdetektor للتسعة يبقى عندي كلاسفيرك عندي عشرة كلاسفيركيشن البيانات التي تتضرب عليها هيا البيانات تدخل البيانات على العشرة او في الاخر تعمل لكي ترى مين الذي نجح او الدكتينه هل هو عمل ديتكت للواحد او عمل ديتكت للزير او عمل ديتكت للتسعة دي اسمها one versus all او one versus rest اما one versus one القصة بتاعتها بسيطة جدا انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز اقارن الزيرو بالواحد وقارن الزيرو بالاتنين والزيرو بالتلاتة والزيرو بالاربعة والزيرو بالتسعة والرقاءل كلاشر اعمل واحد وثنين واتنين وثنين ووثنين واربعة واثنين وثنين 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 وثبت كأنك بتأمل 45 كلاشر طبعا لها ميزة ولها عيب وهناك صلة بتؤ collagen وابقشة المطفل oane versus all او one versus rest اوكي لكل classification problem with n classes. انت عندك كم categories? عندك n. الone versus all strategy involve training. ها بيعمل ايبه? بيعمل training. لمين? لن separate binary classifier. انت عندك binary classifier. كم binary classifier? هو عنده n class. يبقى هيعمل training لن separate binary classifier. كل classifier trained عشان يفرق ما بين one of the classes واللي يكون zero. and all the other classes combined. وباقي الصور مجتمعية. يعني هيبقى عندي فيه detector لل zero والdetector للواحد والdetector لل5 في اللي بنيته المنحضرة السابقة. تمام? طيب. يعني مثلا افترض ان انا عندي classifier. ان الصورة بقى فيها شوية نقط شوية ستحميلوا معنا. صنبوذي have a classification problem عشان اعمل categorize the animal into three classes. اما dog اما cat اما bird. لو انت بتكلم one versus all هعمل ايه هعمل classifier للدوج وهعمل classifier للكات وهعمل classifier لمين للبيرد تمام ال classifier بتاع الدوج هتتريند عشان تفرق ما بين الدوج and not dogs تمام كذلك الحال بالنسبة للكات عشان يفرق ما بين الكات واي حاجة تانية غير الكات زي الدوج والبيرد في classifier كمان لمين classifier للبيرد عشان يفرق بين البيرد واي حاجة تانية not bird زي مين زي dogs والكات تمام طيب لما تحتاج بقى ان انت تعمل classifier new animal هحتاج ان انا run مين بقى street classifier والclassifier اللي هيترين highest confidence score هو ده اللي هيفوز يعني لو الدوج classifier مرجع 0.9 والكات classifier عمل score 0.1 والبيرد classifier عمل score 0.05 ده كده معناه ان الصورة اللي دخلت لان 0.9 اكبر حاجة يبقى ده معناه ان ده dog classifier لان الكلاسفير بتاعي شايف صورة مين شايف صورة doc تمام طيب زي دي بالزبط كده لو انت النهاردة بتتكلم في البلين وبتتكلم فيه track وبتتكلم فيه boot يبقى انت عندك فيه binary classifier first binary classifier اللي هو بيقارن او بعمل هتعمل zero detector one detector two detector وبعدين لما اجا حب اصنف image هتروح تجيب decision score من كل classifier وبعدين select the class اللي اللي classifier out بتاعه واخد مين واخد the highest score تمام ده one versus all او one versus rest اما one versus one عشان to train a binary classifier عشان for every pair of digit هعمل ايه هقارن الواحد زي ما قلت to distinguish zero هعمل one to distinguish zero and one وبعدين zero واثنين افرق ما بينهم ده classifier وزير وثلاثة وزير واربعة لحد زير وتسعة وبعدين واحد واثنين واحد واثنين واحد وثلاثة لحد واحد وتسعة اثنين وتلاثة وهكذا لحد اثنين وتسعة وهكذا لحد مين لحد التمانية والتسعة كده الوقتي كأن عندك n في n ميغنص وان على تو اللي هو عشرة اعتقد ncr عشرة اثنين اللي هو مضروب عشرة على مضروب 8 على مضروب اثنين يديك 45 classifier يعني لو انت بتتكلم على mnist dataset ده معناه ان انت بتضرب 45 binary classifier تمام كده ولما تحتاج تعمل classify and image لابد ان انت تعمل run لكل ال 45 classifier دول تخد بالك في ميزة هنا ان انت مش بتدخل بكل training dataset through all 45 classifier and see which class wins the most duals تمام يعني مثلا لو انت عندك classification task مع three classes apples orange and bananas هعمل classifier عشان يفرق ما بين الابل والورنج بين الابل والبانانز بين الورنج والبانانز تمام وده trend بشكل مخصوص عشان يعمل differentiate ما بين الابل والورنج وهكذا بالنسبة للبقى لما تيجي بقى new fruit عاوز تصنفه ماشي كده يبقى لابد هتدخلوا على مين على three classifier لو الابل versus orange apple versus orange predict apple لو الابل versus bananas predict apple لو الورنج versus bananas بتكلم على classifier predict bananas يبقى عندي كده في two vote للابل وبالتالي الفروت gets two votes for apple and one for bananas وده معناه ان الفكهة او الصورة اللي كانت دخلها دي عبارة عن مين عبارة عن ابل المين advantage بتاع one versus one رغم الclassifier اللي عادتها كبير مع كده ان كل classifier only need to be trained on the part of the training set containing the two classes يعني لو انت عامل classifier عشان يجيب او يعمل ايضر class two or class three يبقى صور الاثنين والثلاثة بس اللي هتدخل معي تمام زي ما قلنا ان بعض الالجورثمات ببي في بايد ديفولت معاك او قبل بايد ديفولت وقبل القصة دي ان السببورت فيكتور ماشين بيقد بصورة سيئة جدا لما السايز بتاع التريننج. وبالتالي من النساب للسببورت فيكتور ماشين ان يشتغل one versus one تمام الالجراثمات دي زي support vector machine هيبقى ال one versus one هتلاقي افضل وبيفضل لانه faster بشكل ما انيقدر يعمل train ل mini classifier على small training z تمام for most binary classification algorithm however طبعا لكل الباقي هتلاقي ان ال one versus rest او one versus all هتلاقي هو ال prefered مع هذا طبعا support vector machine لانه بيعمل scaling poorly بشكل سيء مع size بتعمين بتاع training z طبعا the cycle learning detect بشكل ما when you try to use a binary classification algorithm from multi class cycle learning بياخد باله ان انت مستعمل binary classification لو شاف ان البيانات اللي عنده multi class classification task وبشكل automatically هي اما one versus rest او one versus all او one versus one depending على مين على الالجراثم يعني لو انت شغلت support vector machine هو بشكل ما ساعد ما نشوف training data set هيروح يشغل لو شافوا multi class هيشغل one versus one وقلنا one versus one ليه في ال svm لانه scale poorly مع حجم training data set اما في باقي binary classification او binary classifier هيختار لها one versus mean one versus all او one versus rest لو انت حبيت تجبر cycle learning انه يغير من طبيعته اللي مع الالجراثمات ومدى الترابط ده تقدر تستعمل احد ال classes واحد ال classifier one versus one classifier او one versus rest classifier تمام؟ ال support vector machine زي ما قلنا don't scale well too large data set solid is only train on the first مثلا هاخد الفين instances من البيانات بتاعة ال MST or else this section will take a very long time طبعا from cycle layer انا اخترت support vector classifier وقلنا support vector classifier بشكل ما cycle layer انا بيفهم لو انت راخل ببيانات هنا بقى مش x train 5 ولا y train 5 انت وايخد ال x train كلها يعني وايخد كل MST لكل hand written digit فكده cycle layer انا بيفهم انت شغال multi classification ولان انت اشتغلت support vector classifier فهيشتغله one versus one one versus one في ال hand written يبقى انت محتاجة 45 classifier اللي هي NCR اللي هي اللي هو مضروب N انا اسف اللي هو مضروب كان بقى اللي هو NCR اللي هي 10 تمام؟ خد بس ألفين فانت بتاخد الاكس ترين او نديتي support vector classifier عملت فت على الاكس ترين او الالفين والي ترين الالفين تمام كده؟ زي ما قلت انا اخد الواي ترين ليس واخد الواي ترين 5 تمام؟ زي ما قلت سنس زرار تين كلاسز انت عندك تين كلاسز ماشي كده cycle layer هيستعمل مين بقى O one versus one عشان شغال على support vector classifier وهي ترين 45 binary classifier بعد بخلصت لو قلت له predict اللي كانت بتمثل حرف الخامسة الرقم ده طلع الرئي 5 وي الدنيا شغال زي الفل تمام؟ زي ما قلنا هذا الكود ده actually made 45 على الخامسة واربعين one pair pair of classes and it selected the class that won the most تمام كده؟ وعملت راون لدي القيم وهتلاقي اعلاها 9.3 012345 كما انت بتتكلم في الكلاص رقم 5 تمام؟ لو جبت الرج ماكس اكبر حاجة طلع كام اكبر حاجة وقلت له class id هيطلع مين؟ هيطلع 5 لو حبيت تشوف الكلاصز المختلفة اللي عندك هي بيض يعني الكلاص الاولاني مش اسمه طفاح وهنا zero وهو zero 1 2 3 وكذا حد 9 والكلاص بتاعي مين؟ الكلاص بتاعي هو رقم مين؟ رقم 5 تمام؟ طبعا انا جايبه من هنا هو خمسة واسم الكلاص خمسة اوكي؟ زي ما قلنا لو حبيت اعمل او اجبر السايكت ليرن عشان يشتغل 1 vs 1 مع بعض الجسمات اللي بتشغل 1 vs all 1 vs the rest تقدر تستعمل الكلاص زي ما قلنا 1 vs 1 classifier او 1 vs rest classifier يعني لو انا قلت له هنا استدعيت من المالتي تعملت 1 vs rest classifier اوكي؟ واشتغلت برضو support vector classifier بس لان انا استدعيت 1 vs rest classifier يبقى انا هشتغل بمين؟ هشتغل 1 vs all اوكي؟ وهمشي على عكس default اعملت FIT اعملت PREDICTION طبعا او انا اشتغلت 1 vs rest يبقى انا بتكلم فيه بالنسبة الهاندريتن بتكلم في 10 class زي ما انت شايفتين هم؟ تقدر طبعا تعمل الكلام ده الاستوكاستيك gradient descent classifier اوكي؟ لو انا قلت له استوكاستيك gradient descent classifier وعملت FIT وعملت PREDICT طبعا هنا مدته استوكاستيك لان احنا قيلين الاستوكاستيك gradient descent او support vector بالنسبة لنا ذكرناه في 1 vs 1 اما في الباقي ومنهم الاستوكاستيك gradient by default يعمل 1 vs all تمام فالستوكاستيك gradient تعمل 1 vs all او rest اوكي وبالتالي عنده مين؟ عنده 10 classifier انا اقدر طبعا بشكل ما ان انا decision function اقدر اجيب 1 value بالclass زي ما انت شايف القيم بتاعتي العشر قيم هما وانت ملاحظ هنا بشكل ما ان classifier معندوش ثقة قوي بناء على ال prediction اللي طالع كل ال score تقريبا كلها negative وهي class 3 هذا score of 0.824 0 1 2 3 وده اعلاه وده معناه ان sum digit هو سننفها على انها مين؟ سننفها على انها class 3 تمام؟ لو حبيت ان انت تعمل evaluation on more than one image تقدر تعمل الكلام ده عن طريق cross validation تمام؟ وبالتالي لو انت عملت الكلام ده cross value score the stochastic gradient descent classifier وده ال x train كده انت بتعمل cross validation عرض الفولدس ثلاثة لscoring عبارة عن accuracy وده البيانات كاملة لانت بتعمل multi class وشغال على stochastic gradient descent classifier هيجيب لك array بتاعتك عبارة عن ثلاثة ده accuracy فبشكل ما هتلاقيك فوق ال 85% on oldest folds لو انا استعملت random classifier هتلاقي عندك random classifier زي dump classifier هتلاقي accuracy بتاعتك 10% تمام؟ وبالتالي الكلاسفار ده ما هو اشوحش اللي هو stochastic gradient descent classifier لكن لو حبيت تقدي بصورة افضل ممكن تعمل scaling بس للا input هتلاقي accuracy بتاعتك زادت بالنسبة وصلت الى 90% تمام؟ المحاضرة القادمة ان شاء الله مع كده او قبل المحاضرة القادمة نقول بس احنا اتكلمنا في ايه النهاردة اتكلمنا فيه multi class classifier تمام؟ اللي انت محتاج ان انت يكون معك instance ويتنزله في اي category اكتر من اثنين وشفناها انه اسمه multi class او ملتينوميال وشفنا التكنيكس المستعملة في الجزء ده ان انت بتستعمل binary classifier البيانر ده عشان يشتغل اما هيشتغل عن طريق عشان تحوله الى multi class اما بشتغل one versus all او one versus one وشفنا الكلام ده من خلال support vector machine وقلنا support vector machine بيسكيل بورلي مع حجم training data set وبالتالي كان one versus one كان افضل بالنسبة له لكن one versus one عدد الكلاصفير بيكون كبير اللي كنا بيجيبها من NCR اللي هم عددهم بالنسبة للهاندريتن كنت بتتكلم في 45 تمام لو حبيت تجبر cycle layer لان يشتغل لان طبعا support vector machine بيدفولت بيشتغل one versus one بي لالجورثمات تعريبة بيشتغل one versus all لو حبيت تغير ده تقدر تتعمل one versus one classifier او one versus rest كلاصفير المحاضرة القديمة ان شاء الله هنوصل لقصة معاينة ان انت وصلت المودل شغال كويس او كلاصفير شغال كويس ومحتاج بشكل ما انت تتحسنه اخر الطرق اللي انت تتحسنه تعمل analysis types of error اللي بعملها المودل ده فالمحاضرة الجاة ان شاء الله هنتكلم في حاجة اسمها error analysis اتمنى في اختمام محاضرة ان المحاضرة تحوز على اجاب حضراتكم لا تنسونا من صالح دعاكم وانا التقي بكم في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا